السلام عليكم اخواني الكرام في هذه الحلقة ان شاء الله سوف نتكلم على طريقة او الخطة لإستعداد المباراة التعليم يعني من سوف نبدأ المراجعة دالي وماذا سوف نراجع في الحلقة الثانية سوف نتكلم على اهم الاصلاحات التي عرفها التعليم المغربي اذا بالنسبة لإستعداد دالي او من سوف نبدأ اشخاص نراجع الدروس التي سوف نراجع اولا كان نبدأ من المستجدات او الاصلاحات للتعليم المغربي المهم اهم المستجدات هي التي بدأت من سنة 1999 يعني الميثاق الوطني للتربية والتكوين من بعد مقرأة الميثاق الخلاصة عليه ثم الكتاب الابيض الكتاب الابيض الجاد قريبا سنة 2002 حتى هو نطلع عليه ونشوف اهم الاصلاحات اللي جاء بها ثم سنة 2009 كان المخطط الاستعجالي المخطط الاستعجالي حتى هو نشوف الاصلاحات اللي جاء بها في التعليم دينا ثم تلاهوا الرؤية الاستراتيجية سنة 2015 ثم اخر المستجدات اللي كانها هي نقيح جل المنهاج الدراسي في المستوى الاول والثاني ثم من بعد باقي المستويات ثم هاد السنة كان النظام الاساسي للتربية والتكوين يعني يلا تمات المصدقة عليه في البرنامان في هذا الشهر ثم التربية الدميجة التربية الدميجة هي اللي غادي يتطبق ان شاء الله في الدخول المدرسي يعني تكون لدي واحد الفكرة شاملة وعامة على هاد الامور هادي ثم من بعد بعد مراجعة هاد الاصلاحات غادي نبدو مثلا بالتعليم تيدائي التعليم تيدائي كما تعرفوا ان المباراة تكون في اللغة العربية الفرنسية العلوم وعلوم التربية اذا بالنسبة اللغة العربية يعني يكفي بانني باش نراجع مثلا الدروس السنة السادسة او جل ابتدائي الى الاعدادي يعني هاد الدروس هادي تكون كافية علاج لان العربية تطرح فيها مثلا اعراب بعض الدروس البدال المستثنان المفاعيل هاد الدروس هادي خصني نراجعهم جل ابتدائي او جل ابتدائي ثم العلوم التربية نراجع النظريات ونعرف كل نظرية والروات وعلاقتها بالتعليم مثلا النظريات الجستالتية النظرية السلوكية والبنائية والرؤية ونعرف كل نظريات تكون لديها رؤية وفكرة ما تعنيها البداغوجية و علاقتها بالتعليم يعني كيف نطبقها في التعليم من بعد الفرنسية هي خسن راجعة الدروس الفرنسية الى البدائحة من بعد تكون لديها فكرة على طريقة تقديم الدروس في الفرنسية واللغة العربية نرى ما جيدة لديها مراحل الدروس ثم العلوم العلوم النشاط العلمي يعني كفي او احتوا ايضا نرجع الدروس الى ابتدائي والاعدادي تكون لديهم فكرة اشنما الدروس تقدموا في هذه السنوات ان شاء الله واللي عنده اي تساؤل ان شاء الله ونحاولوا الاجابة على اي شيء ان شاء الله وشكرا جزيلا لكم